بعد طول انتظار ها هي وزارة التربية الوطنية تفرج عن شروط المشاركة في مسابقة توظيف قطاع التربية في أطوار التعليمية الثلاثة ابتدائي متوسط وثانوي المقرر إجراؤها في 30 أفريل المقبل إضافة إلى عدد المناصب المالية حسب احتياجات كل ولاية مسابقة توظيف أزياد من 28 ألف أستاذ بلغ عدد مناصبها المالية الخاصة بالطور الابتدائي 17.595 منصباً فيما استفد طور المتوسط من 7.497 منصب مالي جديد في حين بلغت حصة طورية ثانوي من عدد المناصب 2.983 منصب وفقاً لما أوردته المسؤولة الأولى عن قطاع التربية نوريا بن غبريت في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالموازات مع ذلك انطلقت صباحة الأحد عمليات تسجيل رسمي في مسابقة توظيف الأستاذة عبر الموقع الإلكتروني للدواني الوطني للمسابقة والامتحانات بعد أن كانت عمليات تسجيل الإلكتروني مبرمجة هذا الاثنين حيث كشفت وزيرة التربية الوطنية أن فترة إيداع ملفاتية الرشح ستنطلق ابتداء من الاثنين وتستمر إلى غاية الرابع عشر من الشهر المقبل وستتم عملية صحب الاستدعاءات التي تكون انطلاقاً من موقع الدواني الوطني للمسابقة والامتحانات ابتداء من تاريخ العشرين أفريل المقبل إذ يمكن للراغبين مباشرة عملية تسجيل على الموقع الإلكتروني لدواني الوطني للامتحانات والمسابقات وبعدها صحب الاستدعاءات كما يمكن للمترشحين الاطلاع على الاختصاصات وبرامج المسابقة على موقع الوزارة هذا وسيتم الاعلان عن نتائج الامتحان الكتابي في الثاني عشر مايو واجتياز الامتحان الشفاهي الخاص بالمسابقة في الثامن والتاسع جوان المقبل فيما سيتم الاعلان عن نتائج نهائية لهذه المسابقة التي تضمنت هذه السنة ثمانين وعشرين فرعاً جديداً في ثلاثين جوان المقبل ترجمة نانسي قنقر